لما نيجي نقول نادي الوطنية أو نادي وهو صاحب الشعبيات إحنا لا نتشدق يا جماعة ده تحرك الفريق من المطار لفندق الإقامة هو مش تشدقاً ولكنها مش إدعاء هذا تاريخ يجب أن يذكر بالطريقة الصحيحة فإحنا لما بنيجي نصوب لا أصدنا بنقول لحد حاجة ولا بخير حاجة إحنا نذكر حقائق تاريخية لإعلامها الجميع فاللقطة دي من أهم اللقطات اللي جات قبل كده الجزائري والغزاوي حتى الأستاذ أنور رغلاني اللي هو المدربين الكبار في غزة ودول جم عملوا معيشة مع النادي الأهلي هو يقول لك كيف هنظرونا إلى النادي الأهلي الإستاذ دياء يجي يقول لك الله هو إحنا أهلي وكتر من كل أهلي قول لك المتشاط عندنا المقاهي بتتحول لإستاذ يعني فأقل لك جيلهم النسبة بتبقى تسعين في المية يا سيدي إحنا ونحن نتحدث في هذا الأمر نتحدث إليه من المنظور التجاري والثقافي مش من منظور أن إحنا يعني بنتباهى مش تباهيا ولكن إحنا بنستفيد من ده في أن إحنا نترجمه إلى تأكيد الدور ده قدرة وقوة اقتصادية وعشان كده أنا بقول إيه لجماهيرنا والله العظيم الناس جمهورنا لازم يتوقف في الدم جمهورنا لما تدعم الرعي بتاعي أنت بتحط فلوس بشكل مباشر في جيب النادي الأهلي بالضبط فكل الجماهير في النادي الأهلي مطالبة أن تدعم تماما رعاة النادي الأهلي بالإقبال على منتجاته عشان يستمر معنا ويدخوا مزيد من الأموال وعشان يبقى فيه تنافسية يبقى الناس عارفة لما بترتبط بالآله ممكن تستفيد إزاي أتمنى أنه ده يتحقق ويبقى مسألة تترجم على أرض الواقع بشكل ولو أنه فيه كتير بيعملوها عايزة تبقى واضحة جدا